بسم الله الرحمن الرحيم وينصرك الله نصرا عزيزا والذي لأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار وخالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظامين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوتبروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا لين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضروا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلبون إذا انطلبتم إلى مغانب لتأخذوها ذرون وانتبعكم ذرون وانتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلك قال الله من قابل فستقولون بل تحسبوننا بل كانوا لا يفضلون إلا قليلا قل للمخلبين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل ويعذبكم عذابا أليما ليس على أعما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المغير بحرج ومن يبع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لا يعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها وقد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من طاطب ولن تجد لسمة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببضل مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسبل الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة بغير حين ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعنبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علينا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلوا من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين روسكم ومقصرهم لا تخافون فعيبنا أن تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتهون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في وجوههم من أثر السجود مارك مثلهم في التواه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره فآزره فاستخرم فاستوى على سوقه يُعجب الزرع لغيظ بهم الكفار وعد الله أهل الذين آمنوا وعمعوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم